السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا رب تكونوا بألف خير الفنان احمد العوضي بيرد على صخرية رهام حجاج بعد ما صخرت منه وزن الزائد بتاع الفنانة الجميلة ياسمين عبدالعزيز طبعا في انباء عن حملها هنسمع احمد العوضي في احدى الزهور لي وهو بيرد عن هذه يعني الناس تكلمت وقالت انها حامل يا ترى موضوع ده حقيقة ولا لأ وبصراحة اه يعني قال كلمتين مهمين جدا جدا لرهام حجاج اللي بجد بجد هي اصداد يعني تعمل الفنانة الجميلة ياسمين عبدالعزيز مادة للصخرية بس الجمهور بصراحة بيحب ياسمين جدا جدا ويه بيستنى اخبارها حتى انها باعلان قلبة الدنيا كلها في شهر رمضان الماضي بعكس مسلسل يوتيرن اللي كان فيه مشاهدات ولكن مشاهدات ضعيفة جدا جدا كده النساء يعني مش كفاية انها اخدت جوز ياسمين عبدالعزيز لا كمان ما زالت لحد الان بتصخر من شكلها اللي رجعت بوزن زائد اوي اوي هنشوف كمان ياسمين شايفين قالت ايه عن زيادة وزنها قالت انا توقفت عن كل انواع الرجيم باكل كل شيء بقيت بشتاء لأي اكل وبأي كمية انا حاليا بلا قيود بفرح بعودتي للحياة ومن يحبك سيزل يحبك وانت وزنك زيادة وانت قصير وانت طويل الشكل ليس مهما ولن يفرق مع الحب طبعا ده كانت رسالة منها هي ايضا للناس اللي قالت لها انت ازاي تخنتي بالطريقة دي ازاي بقى وزنك بالشكل ده وارتبط الموضوع في زيادة وزنها بانها حامل ياسمين عبدالعزيز كل المشاكل الصحية اللي كانت فيها كانت عشان عملية بسيطة وهي ازالة التكييسات يعني ازالة تكييسات على المبايد وحصل خطأ طبي والخطأ الطبي ادى لي مشاكل كتيرة قوي قوي وهي كانت بتعمل كل ده علشان يحصل حمل لانها حبه يكون عندها ابناء من احمد العودي احمد العودي ما عندوش ابناء وما كانش متزوج قبل الفنانة الجميلة ياسمين بعكس ياسمين عبدالعزيز فعلا كان عندها ابناء من زوجها محمد حلاوة اللي لما اطلقت منه رهام حجاج في ثانية خطفته اتجاوزته على حسب ما بنسمع رهام حجاج قالت لأ مهما تعملي اعلان ايه اللي انتو عاملين عليه ضجة انا بقالي اربع سنين بتهاجم حتى لو نزلت صورة وده كان في احدث لقاء وحوار تلفزيوني لها اليوم في اليوم السابع لما قالت انتو بتهاجموني وخلاص انتو ليه مش بتحبوني يمكن بعض الناس ما بيحبكيش لانك بجد حقودة وغلوية قوي من ناحية ياسمين خصوصا ان لو حتى يعني العوض بسها او عمل حركة معينة لازم تعملها مع محمد حلاوة وتنزلها على صفحتها احمد العوض بصراحة واقف في ظهر زوجته جدا جدا بدافع عنها بقوة وينزل فيديو ليها وهم الاتنين بيهزروا سوا وقال لها هتفضلي وحش الكون مهما كان وزنك زايد مهما كان وزنك قليد انت في عيوني احسن ما ارى وانت الجميلة في كل حالاتك وهاجم وقال اي حد هيتكلم او هيجيب سيرة ياسمين همحي من على وش الارض لانها هي الهوى اللي بتنفسه وهي برضو ردت على كلامه وقالت الراجل ده هو حبيبي وهو حياتي كلها كل الكلام ده نزلوه على صفحتهم الرسمية على موقع انستجرام وده من بعد حوار رهام حجاج في اليوم السابع اليوم اللي الحوار ما خلاش عن اسئلة عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز طيب ياسمين حامل او لأ نتمنى لها الخير هي بتخطط للموضوع ده ونفسها فيه فعلا ولكن لحد الان لسه ارادة ربنا ما حصلش او بيخططوا ان ان شاء الله يحصل نفسهم يحصل الموضوع بتاعي العملية عطلهم كتير ان شاء الله في اقرب وقت نسمع اخبار صرة على الرغم ان بعض الناس المقربة بيقولوا انها حامل ولكن مش عايزة تكشف الموضوع دلوقتي خصوصا انها بتخاف قوي من الحسد ربنا يا ربي ان شاء الله يرزقها ويرزق كل مشتاء بالزرية الصالحة بشكركم واتمنى اللايك الحلو بتاعكم واشتراك لو اول مرة بتشوفونا وشكرا جدا سلام عليكم